شاركت بلادنا في المنتدى السياسي للعام الجاري المعني بالتنمية المستدامة التي تعقده الأمم المتحدة خلال هذه الفترة من شهر يوليو الجاري بمدينة نيويوركا الامريكية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باديب واستعرض الوزير باديب أمام منبر الأمم المتحدة رسائل وتطلعات المنطقة العربية لتحقيق خطة لعام 2030 التي خرج بها المنتدى العربي للتنمية المستدامة لافتا إلى أن اليمن يواجه منذ أكثر من ثماني سنوات وضعا صعبا ومعقدا على كل المستويات الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية والأمنية وكاد الإنسانية فقد انكمش الناتج المحلي بأكثر من خمسين بالمئة وارتفعت نسبة الفقر إلى حوالي ثمانين بالمئة وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من ستين بالمئة وتشرد أكثر من أربعة ملايين نازح فضلا عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية مما جعلت تحقيق التنمية المستدامة أمرا صعبا ترجمة نانسي قنقر